انا بتجيلي افكار شريرة وكل ما توب عن هذه الخطيئة ارجع اسقط فيها تاني انا تعبت مش قادر اعترف بيها اعمل ايه دايما كده الخطيئة اللي ما بتكشفهاش لربنا في صلاتك وما بتقولهاش لأب اعترافك في الاعتراف لازال هيفضل الشيطان متمكن منك فيها ويحربك بالخجل ويحربك بالخزي بس متسلط عليك وعلشان كده الاباء القدسين اباء البرية قالولنا مفيش احلى من ان الانسان يفضح خطيطه مرة واثنين وثلاثة وبعدين عايزة سأل سؤال الافكار الشريرة دي لما انت او انت بتقع فيها ربنا شايفها ولا مش شايفها شايفها وعارفها ولا مش عارفها عارف تفرق ايه بقى ان ابونا يعرفها اذا كان ربنا اللي هو ربنا المهم عارفها فما تشجلوش من الاب الكاهن لان الاب الكاهن هو انسان زي زينا تحت الالام ممكن يقع ربنا يا حافظ على الاباء الكاهنة لكن من حيث الصح المنطق ونظريا ممكن يقع في اي خطيئة وقلتلكم ميت مرة ابونا عمره ما بيعاير ولد من ولاده ابونا عمره ما بيغير نظره لبنت من بناته كلنا اولاد المسيح وعلشان ابونا خدام المسيح وبالتالي ابونا هيبقى خدام اولاد المسيح ومش من حق ابدا الخدام يعاير اولاد سيده لانه عارف حجمه ليه كرامة الكاهنوت وبيمس الجسد المسيح ودمه والشعب كله يكرمه من اجل كرامة الكاهنوت اللي دهانه المسيح لكن هو عارف انه انسان خاطي وممكن يتحارب باي خطيئة فما ننكسبش لو سمحتم واقوله الخطايا من فضلك انا زهقت من ابويا حسة اني مش عيشة حسة اني اقل بنت بطل يصرف علي ماما هي اللي بتعملي كل حاجة وشغلي مش مبسوطة فيه في نفس الوقت انا مش هقدر اسيب شغلي عشان الفلوس بابا غني ولكن لم يكلمني لا انا ولا ماما لم يسأل عني حسة انه مات اعمل ايه بالرغم ان بابا ممكن يكون مقصر في قبوته لكن سمحيني انا حاسس بحتة قصوة الفرق بين القلب اللي فيه ربنا والقلب التاني ان القلب اللي فيه ربنا بيشفق على المخطئ حتى وان ثبتت خطيطه يعني واحدة اتمسكت في الزنا بس المسيح قال ايه وانا ايضا لقوا دينك لكن الناس اللي من بره قالوا ايه تترجم لغاية لما تموت فاهمين فيا بنتي عايز اقول لك حاجة بابا ممكن يكون غلطان بس بابا وهو غلطان هو مش قاصد غلطه ممكن يكون تكوينه النفسي كده ده جزء طب انت عليك عمل عليك عملين العمل الاولاني انك انت تشكري ربنا ان عندك ماما وعندك شغل ده بحد ذاته يديك شوية استقلالي اولا دي حاجة انت ما شكرتش عليها ربنا دي نمرة واحد نمرة اتنين انت بتقولي عمره ما حاول يتكلم معانا فبقى فيه جفاء بينك وبينه طيب هل انت عملت اللي عليك وحاولت مرة تنكشي تقولي يا بابا هو انا لو ما سألتش عليك انت ما سألش علي خالص يا بابا انا نفسي نعوض الزمن اللي فات كله يمكن مش هنكون اصحاب قوي لكن على الاقل ما ينفعش يبقى فيه جفاء بيننا وبين بعض حاولي تبتسمي حاولي تعملي عمل ايجابي ابتدي انت قدمي له حاجة قولي له انا فكرت فيك في عيد الام اشمعنا كل سنة بجيب هدية لماما بجيلكش انت انا عارف يا بابا انك انت مش نقصك حاجة وعندك كل حاجة بس ممكن تقبل مني هدية احنا ليه دايما مش عاوزين نتعب ونقدم حب وعاوزين كل الناس هي اللي تحبنا وتدينا هتقولي بس هو بابا وانا مش بابا انا بنته يعني هو اللي المفروض يبتدي بابا عنده قصور عاطفي بابا ليه ظروف ما نعرفهاش ممكن انت تبتدي الخطوة الاولى مرة واثنين وثلاثة بابا مش هيتغير مية في المية بس ممكن تحصل نسبة تحسن بطريقة ما فارجوكي ابتدي وصليله وما تتعمليش معاك مجرم اتعاملي معاك ضحية طول ما انت شايفة نفسك ضحية هو هيبقى مجرم في عينك لكن لو انت شايفة انه هو ضحية ساعتها تقدر تحني عليه وتفتحيه قلبك معاك في حد بيقول اثناء الصلاة في الاجتماعات اعاني من كثرة التشتت اللي كان اذا كان حد جنبي بيصلي بصوت عالي اسرع او ابطأ من الجميع واركز معاه بدلا من الصلاة اخذت نصيحة قدسك قبل كده وطلبت من ربنا ان يعطيني تركيز ولكني اقع في خطيط ادانة للشخص الذي يصلي بطريقة مختلفة ارشدني وصلي من اجلي بص يا حبيبي انت معك حق كلنا بنعاني من المشكلة دي وانا فاكر برضو قبل ما يا ربنا يدينا وابقى كاهن وكون هنا مثلا في وسط الشعب وبعدين واحد يكون جنبي بيقول بطبقة عالية بيقول بسرعة شوية حافظ القداس وبيقول اصرح من يعني بيقول مع ابونا اساسا واسرع من ابونا بكلمتين ثلاثة دي بتفقد الانسان اللي جنبه بعدم التركيز انا موافقك في الشكوى دي ودي للأسف ثقافة شعب يعني ايه ثقافة شعب يعني عادة المفروض زي الكرال كده المايستر اللي بيعمل في الكرال ان كل الاصوات بتراعي بعضها وكل واحد يحاول يسمع اللي جنبه وصوته مايعلاش على صوت اللي جنبه عشان انت صوتك مايعلاش لازم تكون سامع اللي جنبك فتطلع كلها للمجموعة الواحدة في الفاول الواحد صوت واحد مش كده فانا موافقك نمرة واحد انا بشاركك انك ليك حق انك تتشتت ودي حرب معروفة بتيجي الناس كتير قوي بس انا بقى ليه رجاء عندك ايه هو الرجاء ده انك انت لو هادي من جوة تبتسم في وشه وتقول له سامحني انا 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 معلش اصل صوتك يعني حلو ما احنا مش عاوزين نعسره يعني قل يقول له يا بلاشت صوتك حالي قل له يعني يعني انت حضرتك يعني سابق ابونا شوية فانا مش عارف اسمع ابونا او ابتسم له مرتين من غير ما تقول حاجة ممكن يلقاط لكن لو افتكرك انك وفيه مثل في العالم يقولك الدحك من غير سبب ممكن تقوله ببساطة تقوله اصل حضرتك يعني علشان بس صوتك عالي شوية انا مش مش قادر اركز مع ابونا وبمنتهى الادب والدماثة لان مش الغرض انك تحرق دمه اصل فيه كمان بقى يعني ناس بتبقى طريق توجيهها طريق توجيه صعب وخاصة لما تكون الستة أكبر وجنبها بنت بنت بقى في سن 12 13 سنة بقى سن مسرسوع شوية كده مسرسوع يعني فتلاقي الطنطي دي بس تلاحظت بصة تكلها انتو خدي بالكو احنا مش عاوزين البصات دي احنا عاوزين بصة ايه هادية لطيفة متأنية لان هو مش قاصد هو يا جماعة دي طريقة انبساطه اديكم مثل اكوردنج لفرق في البيئات شوية يعني في ناس لما بحب تاكل انتو عارفين ودن الملوخية دي اللي تحط كده لما يجي ياكل لازم ياكل وبقه يبقى مفتوح ويطلع صوت وهو بياكل انتو متخيني انا بقول ايه فممكن انتو بقى انت قاعد متأزي جنبه هو مش قاصد انه يتعبك هو دي طريقة اكله لو انت قدرت توسع قلبك وتعديها عديها مقدرتش ممكن تلفت النظر بالراحة يعني بس له تلفت النظر في موضوع الاكل ده مش قدام الناس عشان متحركش الانسان يعني انا بكلم بصفة عامة ان احنا ممكن بالهدوء والدماسة والاتضاع نعبر عن كل وجهات نظرنا سؤال مهم انا اعرف بنت جات سألتني عن واحد صاحب صاحب صاحبي قولي زميلي افضل يعني انا اعرف بنت جات سألتني عن واحد زميلي لانه عايز يكلمها ويتحرف عليها ويبدأ معها علاقة فانا علشان عارفاه كويس انه بتاع حوارات وبيتسلى وبس وعمل كده مع كده بنت قبلها قلت لها بلاش وبعدي عنه احسن ولما اصرت تعرف السبب حكيت ليها عنه وعن حواراته قبل كده مع البنات وانه مش بتاع ارتباط من الاخر وحكيت لها برضه انه بيشرب مخض ما علينا وهو فعلا كده المشكلة دلوقت يا ابونا هو انا كده ابقى واعتف خطيط الادانة والنميمة اطلاقا مطلاقا هو دلوقت يا ابونا اعتف خطيط الادانة والنميمة وهنطبق علي قانون الكتابي بالكايل الذي به تاكلوني وكالا لكم يعني انا كده ممكن حد يجي يفضح خطيطي وما يسترش علي زي انا ما عملت معاه خلي بالكوا اصيبوكوا بقى من دي حكي اللي تحكناه الموضوع جد جدا انا هتخيل لا خلونا بقى يعني 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 ده جزء مهم جدا لينا دلوقتي انت عارفة ان فيه انسان مش امين على صديقة عزيزة عليك وعارفة خطيئة وصديقتك دي شكلها هاتميل ليه تعملي ايه ففيه وجهتين نظر مهمين وجهة النظر الاولانية ان انا ما قلش عشان ما قاعش في خطيط الادانة والنميمة وفيه نوجة نظر تاني يبقى صاحبي هيقع في حفرة غويطة فيها موت وما نبهوش طيب ازاي يسكت والانسان يبقى في الصراع ايه رأيكم كنوع من الحوار المفتوح اخد رأي بنتين واخد رأي ولدين انا مش عارف اجيلك ازاي ايه طيب قولي عشان اناعود صوتك يطلع في المايك يمكن ربنا يكون بعث هالو عشان يغيره بقى انا محكمش ان هو حد وحش لا اقربهم من بعض وابقى انا من بعيد وامتبعوا عني شايف وامتبع صاحبتي في نفس الوقت بتقول ان ممكن جدا ممكن جدا يكون هي ربنا بعث هالو سفينة نوح يعني تطلعوا من غرق اللي هو فيه يعني اقرب هسالك سؤال ثاني لو اختك واختك بقى حبيبتك والي بيتنم عيكي في نفس السرير هتسيبيها تاخد الضجربة برضو التجرب ها تاخد التجربة وطيسع ايا وجه نظر ناخد وجه نعز تاني انا امنش عليها ل لا اقولها وها تعمل تعمله الامانة انك انتي تقول لها حتى لو هاتف ضحيه مش كل ده تقول لها حتة مخدرات بس ولا تقول لها اي حتة طيب اي رأي عايز ولدين يقول لهم رأيهم لا خمس ولاد يرفعوا ديهم كده مش فيش وعظة النهاردة ها قول انت انا هدي تحذير بس من غير ما قولي الخطايا اللي انا عارفها بس هقول لها انا حذرت على عملت اللي علي خلاص حد تاني عنده رأي غير رأي ده ولا هو هو هتأكده ها هقول لها في الاول خلي بالك ان الموضوع يعني جد جدا وخد بالك ان ده ما صير حياة يعني هكلمها بشكل عام اه اه انا من ناحية انا هصلي ان ربنا هو اللي يتصرف طيب هو المشكلة مش في ديه اعرفين المشكلة في ايه انا موافق على الرأي اللي قال تحذير عام يعني اخلي بالك بحسب اه 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 اللي اعرفه ان انا مش مرتاح واعفيني من انا هقول التفاصيل المشكلة عند البنات ما بتقبلش النصيحة الكلمة دي تزود الكريوستي عندها البنات طبيعتهم يعني يعني لما يعرفوا ان فيه سر كده مخفي ينعكشوا زي القطة اللي لازم تحط قدها في اسلاك الكهرباء فهتفضل وراها لغات لما تخليها ايه انت فاهمين الفكرة طيب المبدأ ايه المبدأ لو فيه خطر واضح ما ينفعش اسكت ما ينفعش اسكت دي مش نميمة خلي بالك لو الولد دوت عنده خالة من الخالات ثابت المسيح مش على حاجة ما تمثوش شخصيا عيب ان احنا نتكلم في الامور دي عيب لكن مدام فيه هو عيب شخصي مش غلط من التحذير لان التحذير بينقص بنتي ممكن تتجريح بعد خمس ستة شهر فتقول لها بحسب رأيي الحقيقة اسألي اكتر اعرفي اكتر دوري اكتر كوني حريصة اكتر انا مقدرش اقولك اكتر من كده لكن زنائتك قوي قول لها بصي بقى انا مقدرش قدين انسان لكن بحسب ما هو معروف عنه الحقيقة هو دخل في علاقات كتيرة قبل كده ودي معروفة عند كل الناس ما تقوليش بقى عارفة فلانة وعارفة علنا فلان مش عارفنين وده بومبة وعمل ايه بلاش بقى التفاصيل اللي ملهاش لازمة لكن احنا ممكن يكون فيه تحذير ممكن يكون فيه تحذير وانتي عندك ميزة انك انت مش قبل الاعتراف ده لو قبل الاعتراف كان الولد ده معترف له بالحاجات دي مقدرش يفتح بقه لكن انتي ممكن مدام بتتكلم على حاجة مسر حاجة اجتماعية عامة مش غلط اتفقنا مش غلط بسم الاب والابن والروح القدس الاله الوحن امين عيد الايامة ليه مكانة كبيرة قوي في الكنيسة وعادة كده الكنيس الشرقية احنا والسريان والارمن والروم الارتودكس كل الكنيس الشرقية تختلف عن الكنيس الغربية ان عندهم العيد الاساسي المبهج قوي اللي يشد الانتباه هو الكريسماس ده في الغرب لكن كل الكنيس الشرقية عندها عيد الايامة هو اكبر الاعياد لان ده العيد اللي اعلن فيه المسيح انتصاره وانتصار كل اولاده على الموت وانتصاره على الشيطان ومملكته وفداءه لآدم وكل اولاده وعشنا خمسة وخمسين يوم قبليهم من الصوم وبعدين اسبوع الام فعيد الايامة ليه فرحة عندنا ومكانة كبيرة اولا النهاردة هيكون تأملات في الايامة ومش هطول عليكم انا هتكلم على الثلاث عنوين بس بس عاوز اسألكوا السؤال كلمة قوم او قم واخدينها من كلمة ايامة كلمة قوم لك اقول قم كلمة قوم فحياتنا اليومية ممكن تتقال لمين يلا قوم بقى احنا لما نقول واحد يلا قوم بقى بتقولها لإنسان مين او نمرى واحد واحد نايم غرءن في الاحلام ونقولها المين تاني اول واحد واحد نايم غرءن في الاحلام نمرى التاني واحد ايه واحد قاعد كسلان حزب الكنبة حزب الفتي معرفش ان كتلعت الاسم ده امتى لكن واحد قاعد مش عاوز يتحرك معاري موت للتكييف ومعاري موت للمروحة ومعاري موت للتلفزيون ومعاري موت المش عارف للريسيفر والدي بي دي والحاجات دي كلها وقاعد بقى وطول ما هو قاعد يعطي اوامر ميا وانت جاي لو سمحت شاي وانت جاي لو سمحت بس انه قاعد في الكافية مش في بيت يعني وقاعد والطلبات مجانة عادة في البيت لكن يبقى كلمة قوم دي تتقل لوحد ايه نايم غرقان ايه وواحد ايه قاعد وكسلان طيب تالت واحد ولد صغير وقع وهو بحد الشارع فابتدى يعيط فابو قال له ايه قوم ما يهمكش تعيش ومتاخدش غيرها يبقى احنا قلنا تلاتة قوم لواحد نايم وواحد قاعد وواحد واقع التلاتة دولة اللي احنا نتكلم عنهم النهاردة اول نوع من الناس اللي محتاجين يفوقوا بكلمة قوم هي الناس النايمة الغرقى فين في الاحلام في ناس حياتها كلها مقضيها فيما يسمى باحلام اليقظة توعد معا عشر دقايق يحسسك بالامان وكل حاجة جاية وكل حاجة ممكنة يعني بيحلم بضربة حظ يقول لك مسرها هتلعب دوري جاي فيها جاي درك فين في ايه بالزبط لا هتيجي هتيجي ده بيحلم حاجة تفرقع شهادة تكسب يدخل في كل الحاجات يعمله مرة غطيان بيبس داخل يكسب مش عارف كم مش عارف ايه اي حاجة بس هو هو مستني ده بيحلم بقى لما الفلوس تيجي اعمل بها ايه لا حسن ما تكفيش ده واحد ايه نايم وبيحلم بيحلم بيحلم بالسفر يعني تلاقيه فاضي ما بيعملش اي حاجة تقول ما بتعامش يقول له لك انا كل حياتي مجمدة السبعة شهر الجاين يسمع السبعة شهر لك عشان رايح اخد فيزة امريكا بعد سبعة شهر طيب لو الفيزة ما جاتش هتيجي يعني فرضا فيزة ما جاتش هتيجي طيب هتعمل ايه لغات لما الفيزة تيجي لا ما بعملش حاجة طيب بتاخد كورس انجليزي لا لا ايام اوكي 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 في ايه بالزبط يعني يقول لك لا انا بس لك يعني بس لك بتسلك انت مش رايح في قصب ناس مش عارفة انجليزي انت هتروح ناس لغاتهم الانجليزي يعني انت عملت ايه طيب دورات في الكمبيوتر يعني هناك هناك اصل التعليم هناك خير هنا خالص احلام 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 والحلم بقى يتطور يا سلام هيروح وينزل هناك بدل ما يرفع قضية لجوء يلاقي بنت ابطية بقى لها تلاتين سنة مستنية عريس واقفة العرباء بالمطار ينزل من الطيارة احلام 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 وينزل يوص الكهنة ولاقي الكنيسة مستنية ومجهزة له بيت احلام احلام واحد نايم على فكرة بقى اللي زي ده لازم لو انت منهم تقول لنفسك قوم لان الدنيا والواقع مش احلام الدنيا تحب كل واحد هو في الكلية بيحلم عشان هو يعرف شوية انجليزي اول ما يتخرج لازم ياخدوه في شركة مالتي ناشنال انترناشنال مش عارفين ايه ويقن بتاع اي حاجة وستارتين سالري مش اقل من خمس تلاف جنيه متقولش يعني هو هيروح هيحط ايده على الحاجة اللي بيدوروا عليها بقى لهم عشر سنين مستنيين وعشان يجبها لهم بس هو كده كل حياته احلام الحقيقة يا جماعة الدنيا مش كده لان في بنت مستنية انسان بمواصفات معينة ينتشلها من بقر الاوجاع الحقيقة الانسان ده لسه متعملش يعني هو هيجيب اوجاعه انتو اخد بالك يعني يجيب اوجاعه وكل ولد مستني انتو فهمتو فهمتو عايز اقول ليه اللي زي تقول له ايه قوم لو سمحت بطل احلام ويعيش معانا في الدنيا الا لو انتو عايشين فيها واحكيلكم حكايات كلها من الواقع على الناس اللي ازاي بتقدر تحفر جوه الدنيا وتلاقي لها مكان حكيتلكم حكاية زمان ان انا كنت مرة في منطقة الاهرام زمان طبعا قبل الكهنوة الكلام ده زمان قوي يمكن من تلاتين سنة ولا حاجة زي كده وقابلت شاب كده لبس جلبية ولبس عقال زي ما يعني السياح بيعمله شاب امريكاني وبيسأل على حد يعرف انجليزي فلما لقيت محدش بيرد طبوع في كده فقلت له انت عاوز حاجة ساعدك فيها سألني على السؤال فبقول له انت جاي تابع شركة سياحة ولا مع اسرتك الشاب كان عنده 16 سنة 17 سنة فالولد قال لي الحقيقة انا جاي لوحدي قلت له ازاي جاي لوحديك قال لي اصلي من اربع سنين قريت عن الحضارة المصرية وعملت عليها مقالة وانا عندي 12 سنة مش عارف جريد فايف ولا جريد سيكس عنده ومن ساعتها اخدت قرار مش حلم النزار الاهرامات هو اخذ قرار نزول الاهرامات فقعدت اربع سنين اشتغل طول السيف بيوزع سنة لابن ويوزع سنة جرايد ويشتغل السنة في مول يكنس ويمسح لشان يحوش فلوس التذكرة اللي يقدر يجي بها مصر ولما لقى شركات السياحة غيى عليه شوية لان هتنزله في قوتلات فور ستارز او سري ستارز هو دور على قوتيل من ابو ستار واحدة مثلا يعني عشان على قد فلوسه وحوش وكان فخور جدا انه مكلفش بابا وماما مليم الناس دي لازم توصل عارفين ليه؟ لان مش مقضيها احلام ان شاء الله في الهانيمون هنزل مصر واتفرج على الاهرام ما عملش كده لا قال انا هشتغل واحوش احنا مشكلتنا في المجتمع بتاعنا مجتمع شجع اولاده للأسف على ان هم يناموا ويحلموا سامحوني بس انا علشان انا ابونا شايف شريحة المجتمع كلها شايف ولادي وشايف بناتي اللي جوا في بيتي واللي جوا في عيلتي واللي برا عيلتي وانت جزء من عيلتي تهموا كويس يا ولاد النوم ماينفعش لازم تقول لنفسك قوم قوم من ظاهرة تانية احكي لكم حكاية تانية شفتها في استراليا فاخدت شوات اعتراف في استراليا لناس في سنكم كده فابص هلاقي حاجة عجيبة قوي الولد في استراليا او البنت في استراليا اقول له انت معك ايه يقول لي معايا لسان سحقوق هكتعلكوا دي قبل كده ومعايا بكالوريوس فيزيكس وبدرس دلوقتي بكالوريوس محاسبة اول واحد قلت لا ده غويها بقى ده عامل ندر ان هيقضي طول عمره دراسة يعني وبعدين سألت التاني اتنين معايا بكالوريوسين في حاجات مختلفة وبيعمل مصدر في واحدة فيهم التالت معايا اتنين الرابع معايا اتنين هو اتنين بكالوريوس ده العادي يعني عندنا بكالوريوس واحد بنسقف له يعني يعني طب ليه اتنين ليه اتنين فابتدت الموضوع ده يشد انتباهي فبرضه انا ما اتكلمتش وابتديت اسأل ابونا فقال لي ابونا قال لي القاتي قال لي الولاد عندنا هارد ووركرز يعني ايه يعني اشتغلوا بجد ما بيحلموش قال لي عندنا في استراليا الدنيا اللابة يعني ممكن تلاقي سنتين ثلاثة الطلب على بتاعه اللي هم بتاعه الكمبيوتر تلاقي المرتب بتاع الواحد فيهم وصل لمئة الف دولار فيحصل عرض كبير قوي فالناس تدرس قوي تلاقي اللي كان بياخد مئة الف دولار بعد اربع خمس سنين مئة الف دولار في السنة يعني تلاقي نزل لاربعين الف دولار في السنة ليه لان بقى المعروض اكتر من تنين من المطلوب خليكم هاي فإيه اللي يحصل اللي يحصل ان يبقى الانسان سعر قليل فهو اتربى انه ما يحط نفسه في خانة واحدة يدرس حاجة واثنينة عشان لو نزل بتاع الايتي المحاسبين ممكن يعلو لو نزل المحاسبين المحاميين ممكن يعلو لكن هو بيدرس حاجة واثنين ويبقى بيشتغل وبيدرس البكالوروس الثاني لانه مش مستني بيحلم زينا بالترقية وانه تظلم وعند عقدة اضطهاد ده بيقولك لو الدنيا تقلبت انا ما استناش الدنيا لما تتقلب لازم يكون عندي بلان بي وبلان سي احنا بنفكر كده ما بنفكرش كده خالص بدليل اقولكم ما اسا ممكن جدا يبقى عندنا في مصر هو الموضوع مش اقتصادي النهاردة ولا حاجة بس هي النقطة دي هكلمكم فيها كده وبعدين هنخش في الموضوع الروحي بعد كده يكون عندنا في مصر عندنا تشبع من الصيادلة يعني ايه عندنا تشبع من الصيادلة الناس كلها كترت فالصيدالي في الاجزخانة يعيني بعد ما درس خمس سنين تعبان جدا جدا ومعندوش امكانية ان اهلوا يعملوا له اجزخانة هيطلع صيدالي يشتغلوا بألف جنيه في الشهر ولو في شركة ادوية بألفين وخمسمائة جنيه في الشهر بس بقى ايه يلففوا كعب داير ليل ونهار عشان الفين وخمسمائة جنيه وبعدين تقول للأهل كده في ثلثة سنوية عندنا في السوق المصري الصيادلة رخصوا لانه هم كتروا يقول لك والمجموع اللي جابه نعمل بايه يعني احنا مستخسرين لايه المجموع انا مش عاوز ادخل في الموضوع ده انا عاوز اقول لكم ان الدنيا مش احلام يقظة الدنيا ليها قوانين والانسان المسيحي انسان وقعي مش انسان خيالي فلازم نتعلم قوم من النوم شوف الدنيا بيحصل فيها ايه اعرف بقى نمازج حلوة قوي خدام متخرجين من كلية الطب ولما تخرجوا من كلية الطب كانت عندهم احلام لان الحقيقة ان مصر مبهاش طب متقدم ومعندوش امكانية ان يصرف مئات الالوف في امريكا عشان يعمل معادلة او في انجلترا عشان يكمل تعليمه ناس واقعية فابتدى يقوم من الاحلام بتاعته بعضهم اشتغل مدرسين في مدرس انترناشنال بقى يدي بايولوجي وبعد خرجين الصياد اللي ابتدوا يشتغلوا مدرسين بيده كاميستري اه الانسان لازم يكون مصحصح ما يبضلش مستني يقول ده كان يوم حظي ايه فيه مئة واحد تخرج من الكلية دي وماشتغلش لكن انت عشان تشتغل لازم تكون مميز بتعمل بتحلم بالشغلانة بتحلم بالشغلانة كان زمان اصلي احنا نتاج جيل قديم قوي كان فيه حاجة اسمها جواب القوة العاملة ما تسمعوش عنه في الجيل ده كان يقولك ايه احنا في سنة تسعة وتمانين يجي في الاهرام كده يقولك تسليم خطاب التوظيف بقى كان الدولة هي اللي بتوظف في الحكومة وقتها العام دفعت اتنين وتمانين فيقوله هانت هانت يعني فضل ثلاثة وتمانين واربعة وتمانين وخمسة وتمانين ويجدر علينا يعني فضلنا اربع سنين ان شاء الله ونتعين طب بتحمل ايه في الاربع سنين ولكن نستني جواب التعين صلوله صلوله هو انت مستني تليفون يركبه في البيت زي زمان ما كانوا بيستنوه الحقيقة الموضوع اكبر من كده انت بتعمل ايه احكيلكم حكاية عجبتني قوي كان ليه صديق في المدرسة السنوية وكان اسرة الحقيقة متوسطة جاب مجموع ودخل كلية طب بقى سنين ولما دخل كلية طب بقى سنين كان عنده حلم زبقية الشباب انه في يوم الايام تكون ليه عيادته الخاصة لان اي واحد بيشتغل عنده دكتور سنان بياخد ملاليم لانه دكتور السنان عاوز نيو جراديوت يشتغل معه اسستنت يعني مساعد ويدلو فلوس قليلة مش يدخل معه شريك فهو عارف كده كويس المهم مرت الايام انا ما عارفتش كل ده مرت سنين عشر سنين اتنشر سنة وبعدين قلت له ايه اخبرك ايه لما قابلت وفرحت بيه بقى قلت له انت هم تعمل اهلين رايح للعيادة قلت له انت شغال في عيادة انا ما تخيلتش قال لا انا عندي الايادة بتاعتي قلت له حلو قوي باسم الصليب الايادة دي جبتها ازاي قال لي ما انا هقول لك انا لما لقيت نفسي تخرجت في وسط ناس اغنى مني وكل واحد ابوي يقدر يجيب له عيادة عرفت ان انا ان انا اعمل ايه اجيب عيادة بس قلت اعمل ايه مش هاحلم بقى ربنا ما بتفتحش السماء وينزل عيادات امه اللي هعمل ايه هقول لك على حاجة عملتها وقلت له قال لي شاركت على معزة في البلد قلت له ايه انا اول مر اسمع على الكلام ده انا قاهري ومعرفش عن ايه واحد يشارك على معزة قال لي المعزة كانت برد بعين جنيه دخلت بعشرين جنيه بحيث ان الخلفة بتاعتها تبقى بالنص او هو اشترى المعزة بحالها والفلاح اللي بيرعيها ليه نص فهو يدفع راس المال تمن معزة قال لي المعزة جابت اتنين في اتنين في اتنين الفلاح مستعجل ان يبيع قلت له لا انقطر لدرجة بقى عندنا بنبيع بالاربعين معزة والستين معزة جبت ايادة وجبت شقة واتجوزت من ورا المعيز في العيلة كانوا بيتطرياقوا علي ويقولوا يا بتاع المعيز بس طلعب بتاع المعيز جاب عيادة وجاب بيت سكن فيه وهو وهو الى اخره فهمتوا عايز اقولكم ايه في ناس نايمة مستنية لا اللي زايده الى الكنيسة بتقوله من فضلك قوم لان الزمن ده من الزمن ناس نايمة بتحلم مستنية ما تستناش فرصتك يا حبيبي اسمع فرصتك بنات بنات كتيرة قوي الكواليفيكيشن بسيعتها في الشغل قد كده طب بتعملي ايه عشان تحسين نفسك اخدت كورصات ايه تعلمت تايبينج سريع بالتمن صوابع او العشر صوابع لا لسه بقالها ثلاث سنين وبسبع واحد تقول لي بس في الفيسبوك فريرة الحقيقة احنا لازم نراجع الكلام ده يعني نراجع الكلام ده كفاية احلام ووقت بيضيع من عمرنا استثمروا كل لحظة فانا مابلكمش لسه كلام الوعي قوم احنا قلنا انا كده خلصت اول واحد يبقى اول واحد ده هو مين بنقول له قوم النايم اللي غرقان في الاحلام بنقول له قوم عمل حاجة بقى بلاش الاحلام بتاعي التاني الاعد ايه الاعد كاسلام شو فاكرين المسيح قال ايه للعبد الكاسلان اللي متجرش بالوزنة بتاعته قال له ايها العبد الشرير والكاسلان يعني الانسان الكاسلان ده انسان شرير خلي بالكم خلي بالكم الكاسلان عنده شوية يقولها عارفين الكاسلان دايما يقول ايه ان شاء الله بكرة اللي عمره ما بيجي يقول كلمة تانية يقول ايه يا اخي كمان شوية الكلمة التالتة ايه يقولك ايه يقولك ربنا خلق الدنيا سبعة ايام واللي بعديها قريبة منها يقولك ايه يا عم الدنيا ما طريتش كل ده بيبرر ايه بيبرر كسله والناس كلها بتمشي حواليه وهو مكانك زي ما هو خلي بالك ان الكاسل يعتبر الاباء القدسين في واحد انا ناسي دلوقت اذا كان يوحنا كاسيان ولا سيوفان الناسك قال عليه انه من اشر تمن خطايا او سبع خطايا في الوجود قالك الشرح والشرف من خضب اللي ممكن تقود للاتل فقالوا ان السبع خطايا ديت من اسوأ الخطايا واعتبر الكسل من الثلاثة الكبار اوي اللي يجيبوا كل الخطايا تقول لي معقول الكسل كده اقول لكم حاجتين قصتين في الكتاب المقدس عن الكسل القصة الاولانية قصة داود اللي كان متعود يحارب وبعدين ريح وارتاح ولما ريح وارتاح وبياكل وعمل ولائم وجسمه اكل بالرغم انه كان متجوز لكن وقع في الخطايا بسبب ايه انه ريح وكسل لان الكسل يجيب فراغ والفراغ هيجيب خيالات والخيالات هتقلب بخيالات نجاسة فهو رح شاف منظر واحدة بتستحمى وقع في الخطايا التحذير التاني من خطاية الكسل العشر عذارة اللي خمسة منهم حاكمات وخمسة منهن كنا وخلي بالك الكريسة بتفكرك كل يوم في صلاة نص الليل الخدمة الاولى بالخمسة الجاهلت ولفضلوا مريحين وفي الاخر خالص قالوا ياه ما عملناش حساب اليوم ده ممكن تشحتوني سواء زيت قالك لا الاعمال ما بتتشحتش لان كل واحد يجازع حسب فانتم ملكمش عندنا زيت ولما خرجوا يحاولوا في الوقت ضايع يعملوا اي حاجة اغلق الباب يبقى دي نتيجة الكسل الكسل ممكن يؤدي لهلاك الانسان خالص علشان كده عايز اقول لكم حاجة قوم للكسلان هنقول له قوم الحق حياتك اتنين قوم الحق اخوك وبعدين اشرح لكم يعني قوم الحق حياتك وقوم الحق اخوك احنا بنتكلم على الكسلان اللي قاعد بنقول له قوم بطل كسل وقوم من على الكرسي بتاعك في اية في اية بتوصف الكسلان في سفر الامثال بتقول ايه الباب يدور على صائره والكسلان على فراشي حد فاهم القادي معناها ايه الباب يدور على صائره والكسلان على فراشه ده بيتريق الكتاب المقدس على الكسلان عارف عن ايه الباب يدور على صائره عارف المفصلات مفصلات مش مزيتها فالباب وهو المناشي انا دخلت السرير من انا كسول ونايم فالباب هو بي الهوى بيخبط فيه مش مقفول ايه ايه وانا مش عارف هنام طول الليل واقول انا مش عارف هنام حابك يزيق الباب طول الليل انا لماذا ما قفلتوش تبدي تكلفك ايه قوم اقفله يعني مصلحته اللي هتريعه ما بيعملهاش من الكسل فبقولك قوم الحق نفسك انت اللي بتكسل عن قراية الانجيل لو قريت ثلاث سطور فيهم آية وحدة كل يوم هيفرقوا معاك في حياتك وفي خلاصك لو قريت صفحة واحدة من كتاب روحي كل يوم هيفرق معاك في خلاص نفسك بس اعمل ايه قد غسلت رجليا فكيف اوسخهما صلي عشر دقايق الصبح بس بصدق وصلي عشر دقايق قبل ما تتعب بالليل بس بصدق واشوف العشر دقايق نعملواAه ده ممكن الكسلان انت تريقتوا على الكسلان اللي يزيق معاه وتحكته هقولكم انه احنا زيه بالذبط تبق انت قاعد! والروح القدسي زيق فيودانك انت بقالك ثلاث ياما صليتش زل اهي فذيق على فكرة انت آخر مرة صليت كان في قداس العيد زل طب قوم ويجي لك الصوت التاني يقول لك انت مش ممكن تموت قبل ما تصلي طب لو انت موت قبل ما تصلي يحصل لك ايه عارف زي هتموت زي قوم لا وتبص تلاقي يوم بعد يوم الروح القدس قاعدين خسف احنا بنقولها بسرعة كوميدية ده عشان بس بعد عيد بس الكلام اللي انا بقوله وفكرت فيه هو نكد الحقيقة نكد ليه لان احنا كده عندنا انذارات متتالية عندنا ندقات متتالية عندنا تحذيرات متتالية وفقدناها كمان شوية خليها بكرة ده ربنا خلقها سبعة ايام الدنيا ما طريتش وتحت كل الخداعات دي انت ممكن تهلك بسبب كسلك وما تلحقش تلحق نفسك يبقى اول حاجة قوم عشان تلحق مين نفسك اتنين قوم عشان تلحق اخوك يعني ايه قوم عشان تلحق اخوك يعني ايه قوم عشان تلحق اخوك احنا كلنا على مستوى عائلتنا سواء انا او انتم في ناس في حالة من حالات البعد والخطر في ناس في حالة ممكن تضيع ناس ممكن الشيطان يبلحق من خلال عاطفة مش في مكانها او من خلال اغراء مش في مكانه قوم الحق اخوك وانا مالي نقول كلنا الكلمة اللي قالها قاين احارس انا لاخي وانا مالي انا مالا مالا اخويا وانا حارس عليه احنا هنبلغ الخدام هنبلغ الكنيسة هنبلغ ابونا انا بقولكم دايما كده ابونا عنده ميت حالة ومش عارف يرفع راسه لكن انت ممكن يكون عندك غيرة قوم بطل كسل قوم المسيحية انتشرت زمان بمجموعة من المسيحيين اللي ما كانوش عرفو كسل عارفين يا جماعة الشعل اللي خرج بيها بطرك الروم الارتوكس من قبر المسيح مولعة وكله ولع منه اهو الانسان المسيحي كانت الشعلة المولعة دي يمشي ما يعربش يكسل جوه نار نار حب المسيح نار معرفة المسيح غيرة ان كل واحد حواليه لسه مدقش حب المسيح بنعمل ايه ولا حاجة تقولي انا مش خادمة ومخدتش اعداد خدام ومعنديش جرأة طب انتي ماما بتيجي الكنيسة ماما بتيجي الكنيسة بس خلتي بقالها ستة شهر ما جاتش الكنيسة طب ايه رأيك تروح تقوليها يا طنطن عايز احكيليك حكاية ده النهاردة في حدة حكاية سمعتها في الكنيسة ونفسي اخذك معايا مرة ولما عجبكيش من جيش تاني اي حاجة اي حاجة بس احنا لازم ندور على بعض لانك زي ما انت بتدور على اخوك يمكن في يوم الايام انت تقع وتبقى محتاج اللي يدور عليك قوم بطل كسل دور على نفسك ودور على اخوك ثلاثة بنقول قوم لمين لواحد ايه وقع واحد وقع يعني سقط وعلشان كده بنقول الآدي بنقول له زي ما اتفقنا قوم وان شاء الله ما تاخدش غيرها ربنا لما قام راح يقوم بطرس من خطية الانكار وربنا لما قام راح يقوم تومة من خطية الشك وربنا لما قام راح يقوم التلاميذ من خطية الخوف حبسوا نفسهم في قوضة وقفلوا على نفسهم من جوة فالمسيح قام يقوم الوقعين المسيح ما بيقرفش من الوقعين المسيح ما بيقرفش من الخطاة لان المسيح جه علشان الخطاة والوقعين قوم قوم واستغل الفرصة ان المسيح جه علشانك علشان كده في سر المعمودية نعتبر نفسنا في سر الايامة مع المعمودية ما تفونينا معه وزي ما هو اتدفن وقام احنا بندفن نفسنا وبنقوم كإنسان جديد مش كده اللي بيجد المعمودية سر الاعتراف فكل مرة بروح اعترف انا بقوم والمسيح بشخص ابويا كاهن بيقومني من سقطتي لان المسيح عمره ما هيلاقي واحد واقع ويدوس عليه لو لقى واحد مشلول بقاله 38 سنة مش قادر يقوم من خطيته هيمدي ايده يقول لو انت عاوز تقوم انا شغلية ان انا اقومك المسيح عاوزك تقوم وعاوزك تبقى رافع راسك مش متنكس قدام خطيتك ومزلول قدام الشيطان عدو الخير وعلشان المسيح عاوز يقومك الحق قوم احكي لكم حكاية بسرعة قوي على حكاية الايامة اللي بتقوم الساقطين في قصة في البستان بتقول ان في اتنين رهبان اخوات راحوا يبيعوا شغل الدير بس اذا كانوا صغيرين في السن اتضحك عليهم في السوق ووقعوا في الخطية ولما وعف الخطية قعدوا زمن مش قادرين يرجعوا فرئيس الدير بعت لهم راهب يفتقدهم وقال لهم ما يهمكمش تعالوا هو رئيس الدير بيدور على خلاص نفسهم فجم قال لهم طبقا للقانون الرهباني هيبقى في قانون فحبسهم هما الاتنين حبس يعني مش حبس يعني سج يعني كل واحد في قليته ما تطلعهوش بقى ما تحدرهوش قلديس كل واحد يقدم توبة فواحد فيهم ظل يبكي وكان يأكل اقل القليل ندما على خطيته انصحق بتوبة يعني عظامه فعلا انصحقت زي ما بيقول داود النبي مزمور التوبة وكان بيأكل في اليوم الواحد ربع رغيف والتاني باسم الصليب مدي تراتيل وترانيم وتسبح ووشه منور ويجي له ابونا بتاع الاكل يقول له كتر خيرك ويأكل الاكل كله ومهيس ومهيس فرئيس الدير قال سبحان الله سبحانك يا رب واحد مقت نفسه من البكة والدموع واحد مهيس يا رب يعني طب انا دلوقتي عاوز اشيل عقوبة اشيل على المين واسيب مين يعني فانزله ملاك وقال له اسمع اللي اتنين ربنا قبل توبيتهم بنفس المقدار لان واحد دخل التوبة من باب الاماتة والتاني دخل التوبة من باب القيامة واحد كان فرحان وعنده رجاء الايامة تعمل فيا كده المسيح اللي دا سعى الموت يقدر يدوس على اي خطية انا بدعاني منها بس بشرط تشتكيله كل يوم انك ميت قدامها هيموتها جواك تاني اشتكيله كل يوم انك ميت قدامها هيموتها جواك اشتكي اتكلم قل له عارف حرب الجسد عاملة فيا ايه انا حتى لما بنتصر اسبوع واثنين وثلاثة بتجبني وانا مش عاوز ازعلك لسه جسدي لي تقل علي وانت قلت الواحد قد انتن بقله اربع ايام هلومة خارجا حلوه ودعوه يمضي انا محتاج اسمع منك الكلمة ايها الشاب لك اقول قم هي دي الايامة الايامة مش عيد الايامة وتمثيلية الايامة في الطقس طبعا كلنا بتفرحنا الحاجات دي منوحنا عيال لغاية دلوقتي لكن في حاجة احلى انك تكون مؤمن ان المسيح قام عشان عاوز يقولك انا اقدر اقومك من سقطتك قل لي مين اب شاف ابنه تكعبل في الشارع وتجلطت رجله وما مدش ايده عشان يمشي لابنه بس اوقات انا من خجلي وخزي من خطيتي لا بارفع عيني ولا بمدي ايدي ولا اطلب مساعدة ابويا فافضل واقع مغلوب احنا قلنا ترى تحاجات هون خلصت نمر واحد الايامة تكون لي مين لواحد ايه نايم وكلمة قوم نقولها الواحد ايه قاعد وكسلان وكلمة قوم نقولها الواحد ايه ساقط في خطيئة ويعتقد ان ليس له رجاء القيامة جاي وتقولك علشانك انت المسيح جه وتصلب ومات وقام ربنا يديني ويديكم لإلحنا كل مجد وكرامة الآن وللأبد امين اشتركوا في القناة